99% من الناس اللي عندها مشاكل في الكلة ما تعرفش المعلومة دي أنا دكتورة توقع لايك وشير لو عجبك الفيديو وما تنسيش اني عايزيك اقوى حد في المجر كتير مننا ما يعرفش اهمية البقدونس اللي هو نبات مفيد جدا ومتعدد الاستخدامات تعالوا نعرف هو ممكن يعمل لي ايه اول حاجة البقدونس مدر للبول يعني بيستخدم كبزوره او هو البقدونس نفسه كمدر للبول بيعزز من تضفق البول وبيساعد كمان في تنظيف الكلة كمان هو بيعالج حصوات الكلة لانك اللي ما بتشرب عصير البقدونس بيساعدك في ان انت تتخلص من بعض امراض الكلة لانه بيساعد كمان انه هو يفتت الحصر اللي متكون جوه الكلة وبيخفف الالام المصحبة لتفتيت الحصر ده كمان هو بيساعدك ان تنظمي الدورة الشهرية لانه بيستخدم لان الزيد البقدونس بيستخدم لتنظيم تضفق الطمس كمان بيعتقد انه هو بيساعد في تخفيف الاعراض اللي بترتبط بالدورة الشهرية مش بس كده هو كمان بيعالج لك الكدمات واللساعات يعني لو انت عندك بعض الكدمات او اللساعات ممكن تستخدم البقدونس كعلاج موضعي عليه بيقللك من الالتهابات وبيصرع جدا من التقام الجروح كمان الشباب اللي بتعاني من حب الشباب بتستخدم شيء البقدونس في علاج حب الشباب لانه بيحتوي على مضادات بكتيريا ومواد بتهدي البشرة كمان هو بيساعدني ان انا انظم ضغط الدم لان البقدونس بيحتوي على مركبات بتساعد في تخفيض وضبط الضغط بتاع الدم بيعزز من صحة الاوعية الدموية وبيقلل من المخاطر اللي موجودة في القلب والاوعية بيحسن لك جدا من الجهاز الهضمي لانه مفيد ليه بيساعد على تقليل الاندفاخات وكمان بيساعد على التخلص من الغازات وبيفضل ان انت بتشرب البقدونس بعد الوجبات علشان يحسن لك عملية الهضم كمان هو هيشتغل كمضاد التهابات طبيعي لانه هو بيحتوي على مركبات مضادة للتهابات طبيعية بتساعد في تقليل التورم وتقليل الشعور بالقلب كمان بيخفف من الاعراض اللي بتبقى مصاحبة للتهابات المفاصل ولكن خلي بالك ان البقدونس ممنوع للناس اللي عندها حساسية من المكركبات اللي موجودة في البقدونس كمان هو ممكن يتفاعل مع بعض الادوية علشان كده الافضل انك تسأل الطبيب بتاعك قبل ما تستخدم البقدونس كروتين يومي للاستخدام لانه خاصة بيتعارض مع الادوية اللي بترقى الدم او زي مثلا الورفرين البقدونس بيحتوي على فيتامين كاف وعشان كده هو بيأثر على تخصر الدم كمان هو بيحصل شوية تفاعلات حمضية يعني البقدونس من مركبات اصلا الحمضية اللي بيكون لها استغابات مختلفة فالافضل انك تتجنب تتناول كمية كبيرة من البقدونس مع الحمضيات التانية زي مثلا اللمون كمان في الحمل والرضاعة وبيفضل انك تستشير الطبيب بتاعك قبل ما تشربه البقدونس علشان ما يقصرش على الحمل والرضاعة تعالوا بقى نعرف ازاي نحضر شاي البقدونس اول حاجة ممكن نغلي 500 ملي من الماء ونحط معاها حوالي 5 معالق من الاوراق بتاعت البقدونس لتصبحها هنسخن الماء على النار ونسيبها لحد ما تغلي وبعد كده هنحط البقدونس الطازة دوت جوه الماء ونسيبها تغلي لحد 5 دقايق وبعد كده هسيبه يهدى لمدة 20 دقيقة وبعد كده اصفيه واشربه وطبعا طريقة دي بيفضل ان انت تشرب الشاي ده 3 مرات في اليوم او تشربه صخن قبل او بعد الوجبة بتاعت الفطار علشان يحسلك من الهضم وكمان بيخليك تتخلص من الورم اللي موجود في الساقين للناس اللي بتصحى من النوم رجليها ورمة شرب البقدونس على الري بيساعد جدا ان انت تتخلص من الورم اللي موجود في رجلك وبس كده لو عجبك الفيديو متنسا الشير ولايك واستنونا الجديد جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة